السلام على فخامة شعب الجزائري العظيم نزول في اللون فيديو خفيفة في إطار رياضي نخرج لأخر لكن ليس في إطار رياضي سنتحدث عن تحليلات كرة وغيره من الأمور سنتحدث عن الإنجاز العظيم الذي جابه في الماضي سنتحدث عنها لأنه مهم جدا مهم جدا الديناميكية كيف حقق أهلامك مشكلتنا من العالم الثالث أننا عندنا ديما عقدة النقص مهما يكون عندنا إمكانيات يعني طاقات فكرية أو دكاء أو أي شيء أي شيء رياضي عندنا دائما عقدة النقص التي تقول لنا أنت لا تستطيع علمونا دائما أنك لا تستطيع أنها كبيرة حتى عندنا صغر لا تعانى تشاهدوا كما عندهم وعندهم يخسروا أو لا نربحوا سبب نقصتني الإمكانيات أنني كذا لكن يقول أحد الفيلسوف كبير بير وايت هو هو الشاف الكبار يعني هو الذي أعطى في بريطانيا هذه الدفعة أنه أصبحت بريطانيا تخرج أحسن الشافات في العالم أنا أحضر لكم تاني في المجال الانتاعي يقول لما تدير حلم لما تحدد حلم لما تحلم بحاجة وتقول لني أحب ندير هذه يصبح من الواجب أنك تروح تجيبها أنك تخطط وتركز حياتك كلها على أنه لازم تجيبها أه لما لما نقول لبعض الناس نقول لهم واحد من المطاعم الانتاعي سيصل أنه يكون أحسن حاجة في العالم باكي بقي يشوف معاك بقي يشوف معاك بكي تقول له أنا ماشي باش نجيب الأحسن في هذه المدينة لما جيت نفتح القسنطينية في المدينة عيماد الناس ما تعرفش الأكل الجزائري وراح تريسكي أنه لا يعمل في هذا المجال في السياحة بصح يأتي حبتك لو سمعت للناس لا تحتاج لكن في ستة أشهر دخلت في الطب تان دخلت في الطب ديس في ستة أشهر إذن حلمك أنت برك الذي تحقه ما الذي يعمل الجمال في الماضي هو ما الذي نحوسه على كل الجزائريين لأنني أنا شخصيا نعرف الجزائري وش عنده في دماغه نعرف الجزائري على وش قادر نعرف ما هو قادر لو ينحي هذه الخطوة الخلعة التي تجعله من مركب النقص الذي يتربى عليه مركب النقص الذي لا يجعله يجعله يجعل الأسباب الأسباب التي يعلق عليها شماعاً لا يبدأ البروجيات لا يوجد صور لا يوجد إمكانيات وهذا كيف يبدأ؟ يجعل أمه ومن ثم لا يجعل الحل يقول لك أنا عمي ما عاونيش بابا ما دار ليش خويا ما جاب ليش هذا يجعلنا قتلوا ما عاونيش يجعلنا هذه الكلمات وهذا 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 ما نقول لكم وهذا الجستفكاتي وهذا كل يجعلنا الناس الفاشلين بمتياز ولم ترى أن لا تقوم بالخدمة في المعرفة في المعرفة الخطأ وهذا هو هي لكن هل دخلت؟ عندما تقول بالمعرفة تضع في دماغ المرة المرة الجاية أنتك لا تحضر أن تذهب مثلا تعمل سين لكي تدخل في المعرفة لا تقرأ نلعب برك تقول لك حتى الأسباب تأعقلها وتوكلها تقول لك ما كانت مدراج تقول لك أول حاجة نحوص عليها لكن السبب الحقيقي الذي يجب أن تسببها ما عملته جمال بالماضي لما جاء في ستة أشهر هذا كأس إفريقية بينما المنتخب كان في الحاضيض في الحاضيض بواش منتخب الجزائري لكرة القادم كان في الحاضيض بسبب الناس الفاشلين بما بينهم ماجر وبما بينهم بن شيخ وجريدة الهداف وقناة الهداف والفاسدين المفسدين في المجال الذي هبطوا كل شيء للحاضيض يعني يجبد المنتخب من الغرق كان هناك في روغارة تعزيقوا جبدوا وعندما قال أنه سنجد منتخب سنجد كأس إفريقيا الفاشلين كانوا يضحكوا عليه كما بن شيخ وغيره كانوا يضحكوا عليه أنا أتحدث معكم كانوا يضحكوا عليه كانوا يضحكوا عليه أخي قالوا نجيب كوبة أفريق لكن هو في دماغه ليس سيجيب كوبة أفريق سيجيبها بالتاريقة بلامانياري لار سيجيبها بالعمل سيجيبها لسبب الأسباب كل الأسباب البسيكولوجية البدانية النفسية العوامل الخارجية حتى الضغوطات الخارجية أعرف كيف الشيقفل عليها بقوت الشخصية لم يجيب أن يقول هذا هو رئيس الاتحادية ويربحني ويقف عليه الجنيران الفلاني قالوا فافانكولو بطليانية قالوا ما نسمعش بك هذا هو الإنسان الذي عنده الثقة بحلمه البارحة هذا الأسبوع يجيب لك المرتبة الرابعة كأحسن مدرب في العالم ما يعني معناتها يجيب لك الإنجاز أول مدرب إفريقي يعني على فارق على منتخب إفريقي يتأهل الطب عشر في التاريخ ويجيب المرتبة الرابعة بعيدا بعيدا عن المرتبة الثالثة بنقطة الاتحاد المصري لم يفوت عليه رغم أنه يفوت على محمد صالح الاتحاد تونسي لم يفوت عليه فاهمين كيف بنقطة كان يكون في الطب تروى في الطب تروى وقبل دي دي شون لي لي الهدف رح تليه رح تليها عطاته هدية عطاته هدية أحسن مدرب في العالم الدولة ووحدة البلاكة قالوا مخدومة بالذهب قالوا مخدومة بالذهب هذه رسالة لكل الجزائريات والجزائريين خاصة الشباب حلمنا أننا نسترد بلدنا وجمال بالماضي قلباً وقالباً مع هذا الأمر وكيفاش حط السبعة وثمانية بينه وبينه محرزوا بليلي معانا قلباً وقالباً لا تطورش إذا مبقى هذا السيستام الفاسد المفسد جمال بالماضي مد رسالة للجزائريين أنه يمكن أنك تكون الأول في العالم حتى ولو كنت جزائري نعم لكننا نحب نجيبها بالعمل بالفكر بالعلم بالتكنولوجيا بالآليات الصحيحة بالمنظومة الجيدة ليش المنظومة الفاسدة ليش بالفاساد ليش بالمعرفة نحب نربي أولادنا على هذه الطريقة احلم احلم عندك الحق تحلم لأنه قادر تجيب لأنه قادر تجيبها وشوف الدليل وشوف الدليل قلت لكم كانوا ناس يقولون لي أنت مجنون وش رايح تدير أنت مجنون كنت تديرها لا تنجح لك لكن نجحت قلت لكم في 6 شهر دخلتها في الطب 10 وقد دخلت في الطب 10 في الطب 10 دخلت معادي رسطوران هنا منذ 25 سنة منذ 30 سنة نسميهم دخلت معادي رسطوران يعني دخلت معادي رسطوران وقد دخلتها في الطب 10 و واصدمت ناس بثاف واصدمت ناس بثاف واصدمت ناس بثاف وما أنت تزورون لما يقومون إلى 15 أحد وقد هبطوا يظوروا الجزائر ودخلوا في أول مرة منذ أنت كانت الجزائر بالنسبة لهم هي الإرهاب كانت هي تساوي الإرهاب أول ماذا تخرج له في دماغ الجزائر تبدلت له العقلية نتاعوها بطباه ثقة في النفس ثقة في النفس ثقة في النفس هي اللي تخليك تحقق أحلامك ثقة في النفس تخليك ما تقولش بابا ما عندوش الفلوس ما نقدرش ندير تخليك تقول أنا في الجزائر ما نديرش على فكرة أنا عشت في الجزائر أجمعها بزاف عوامة ونجحت في الجزائر تاني أي حاجة نديرها ننجح فيها بتريقتي لأني ما نرجعش اللور لأني ما نلقاش الأسباب رغم أنه أحلامي كانت كبيرة أيضا لكن اللي فريناوني فريناوني في وقت الله غالب كنت صغير ونرفو ما نعرفش نرياجي ما نعرفش ما نعرفش نفكر بفكر نصدم نهجم لكن لكن تثبت نفسك رياض محرز في قائمة الأوروبية المثالية في القائمة الأوروبية المثالية جمال بالماضي رابع أحسن مدرب في العالم شيء عظيم شيء عظيم والله العلي العظيم لو تتغير لو نجيبوا حلمنا اللي حلمناها عن باكم الحلم تاعي تاعي أن الجزائر ستصبح دولة قاوية عنده على الأقل على الأقل 25 سنة 25 سنة عمري سمعوا مليحة رغم وشفتوا وشفنا شفنا الإرهاب شفنا بوتفليقة شفنا عهد بوتفليقي شفنا عهد بوتفليقة عبد العزيز وشفنا عهد السعيد بوتفليقة وشفنا عهد الخاين رغم ذلك مزال الحلم تاعي راكب وشوفوا الشعب وشدال في 22 فيفري وخرجنا لأنه لما تعتقد فعلا بالأمر وتعرف بالله ربك هو اللي يقدر يقول لك نعم ليك ولا ليك بالصح لو ما جربنا لو ما ناظمنا لو ما درنا حرب التوعية هل تعتقدون أننا رايحين نوصلوا لهذا الموصل عمرنا لنوصله لذلك عندنا دركاء عندنا درك حلم مشترك الجميل أننا عندنا حلم مشترك لأننا نعرف أنه هذه هي البداية للأحلام الفرضية الأحلام الفرضية لأنه يجمعها لما يعود عندك بلد قوي يوقف عليك يما يعود عندك مسؤولين يوقفوا عليك عباك تعطيك ثقة في النفس زائدة حتى الناس اللي ما يقدروش يديروا تديك ليك بسيكولوجيك وحدهم يمشيوا يمشيوا يجيبوها هذه الثقة من نفس من مسؤولينهم من مسؤولينهم ويصبحوا وين كان مكان وه وين كان مكانك في هذا الجزائر أو بره الجزائر رايح تقول لي تخدم على جال البلاد وتخدم بثقة بالنفس وتهزل علام هذا وتضعوا هنا ومفتخر به ومفتخر به ومفتخر به وتمشي بجد لتطوره لتشوفه لتشوفوا لديك يشوفك لديك يقولوا والدينا لا يرجعوش للور يهزوا العزة والأنفة الأنفة التي ربحناها نحن نقوم بها نناضل لأنه جددنا عمري عشر سنوات الآن وانا نناضل بطريقة مستمرة نحبستش عمري ولا شكيت أنه فخامة الشعب فخامة الشعب علىه نتفكر ساعة يطيح لي الموران ونتفكر مستحيل اللي عنده لديين تاعة الثوار اللي داروا ثورة ضد فرنسا الإمبراطورية سينهضون يوم ما راحين يجيوا يوم ما وهنا نشوفه الحلم تعنا الجماعي هذا لازم يتحقق غدوة جمعة عظيمة لازم تكون جمعة عظيمة بصغي يجمع قاعدين يديرون هاك وهاك ويخرجونا يخرجونا من المساء من الأهم ويديونا الحويج مهمين نعم تلقوا طابو البارح قدرت تعليق واحد عم باكم علاها لأنه ما تحشيوها ليش أنا خلاص أحفظ أحفظكم أحفظكم ما مقاشنا نتكلم على طابو كريم طابو سيخرج إن شاء الله لكن لما تعرفوهش يا إختي كريم طابو أنا أو غيري من الملاضلين ذك كلهم كلهم أعطاهم نفسهم عرضهم أولادهم عائلاتهم أعطاهم لوجه الوطن لوجه الله وكي نتكلموا عن الوطن لوجه الله حب الوطن من حب الله مديناهم مديناهم لحب الله حبا في الله حب الوطن من حب الله لما مديناهم لما مديناهم مجيش هدر عليا الأهم شنو هو إسقاط الخاين المهم شنو هو إسقاط الخاين يجب إسقاط الخاين طالح حتى الانتخابات حشوة ديمقراطية حشوة من حشواتهم تلت أشهر مزالوا يا إختي مزالوا تلت أشهر الانتخابات عم بكم وشو معناتها وعم بلكمش معناتها أنه في القرار الحكومي الأخير حلوا حتى أعطاوا الحق لهذه الحكومة لتصريف الأعمال عملها تصريف الغير دستورية حاليا عملها واحد فريد وهي تصريف الأعمال أعطاوها حتى الحق في الاستيدانة الخارجية افهموا العامل يحبوا يدوه لكي يخلصوا الخزينة ويزيدوا يخليونها في الديونات رم يديروا فيه رم يديروا فيه الجزائر لا يجب أن تنهض حسب فرنسا حسب القوات الخارجية هذو اللي يخرجوا اليوم يقولون أن حزب فرنسا مكان شو واحد لحاش صباط لفرنسا قد الخائن طالح يجب أن يسقط الخائن طالح يجب أن يسقط الدغط على الخائن طالح بشي يسقط لكي يسقط يسقطوه الجنرالات الشرفاء أو العقداء الشرفاء يسقط ويسقط بدون بدون تصادم في جيشنا جيشنا الوطني جيشنا الوطني الذباب والحسين انسوهم ديفرسيون قاعدين يحطوننا في حواج باش باش أنظارنا تذهب البعيد على الأهم الأهم حاليا هو كاين واحد عنده زمام الأمور يكلم فينا من ثكنة عنده مستوى رابعة يجب أن يرحل يجب أن يرحل يعتقلوا ويش يعتقلوا عم بلكم عليها يعتقلوا في طابو يوم وغدوة لأننا ساكتنا عن اعتقال ويش يعتقلوا ويش يعتقلوا ويش يعتقلوا يعتقلوا على مدى سنوات ساكتنا بحجة وواج بحجة وكان مع الفيت ساكتنا على الشيء الذي كان يصر النكاز مسكين راشيد نكاز ويشتك يضحك كنا نضحكوه ساكتنا عندما دخل بورقعة الموجياد العظيم ومن هو كريم طابو أمام بورقعة أنا ما نش قاعد نصغر من كريم كريم سميت عليه ولدي لما اعتقلوه في نفس اليوم ما نش قاعد نصغر في كريم قاعد نقول لكم أنه لما مات العربي بن مهيدي ما حبستش الثورة هذا هو اللي محاوس نوصله لكم حلمنا الجماعي لازم نحقه الشي اللي قاعد يحصل حاليا فرضيا من عند جمال بالماضي وكذا لازم ناخدوه ناخدوه كعبرة أنه الجزائري قادر الجزائري كان دي ما ياخدو من عندنا التاريخ وياخدو من عندنا كل شي يجب أن نحصل على حلمنا لازم نحققه حلمنا حلم لازم نحققه يا إختي وأخواتي يجب أننا نجيب حلمنا سلام الحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم غدا جمعة قوية ستكون قوية مطالبنا تكون فيها واضحة واضحة وضوح الشمس وخاصة الرسالة اللي لازم نجوها وهي أنه لن نرجع إلا مع كرمتنا مقودينها إلا مع دولة الحقوق والحريات إلا مع دولة القانون دولة الميزان ميش دولة المنجل سلام الحرار على فخامة الشعب